اشتركوا في القناة حياة أولياء الله مع الله هذه سلسلة أسأل الله أن تكون مباركة عن حياة أولياء الله مع الله جمعت لكم فيها أجمل ما قيل من كلام العارفين بالله الذين عاشوا هذه الحياة الحياة مع الله لنقترب من عالمهم لعلنا أن نلمس شيئا من روحهم وريحانهم بداية هناك مصطلح لا بد أن تعرفوه لأنه سيتكرر كثيرا في هذه السلسلة وهو مصطلح العارف بالله هو الإنسان الذي وصل إلى مرتبة الولاية وهي مرتبة الحب الإلهي من أول علامات من وصل إلى الولاية الدهشة ثم الشعور القوي بالقرب الإله منه والإنجذاب إليه فتحبب إليه الخلوة مع الله فيجد الكنز الأعظم السعادة الكبرى التي فاقت كل أحلامه وآماله سعادة لا تصفها ألسنة الخلق إنه القرب من نور السماوات والأرض الله جل جلاله فتراه يطير قلبه بمناجاته سبحانه ومن قوة هذه السعادة وهذا القرب تفيض عينه دموعا مدرارة كأمطار السحاب فيبدأ الترقي إلى سماء المعرفة الإلهية فيكون مكرما تتوالى عليه الكرامات والخوارق ليعرف ربه بأن الله على كل شيء قدير فلا يراه إلا الله ولا يريد إلا الله فتنتهل أنا عنده فيكون عبدا قائما بالله فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبي يسعى ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه كما ورد في الحديث القدسي حديث الولاية فالولي هو الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى بعد أن رأى هذه المجاهدة منه وهذا الصبر فينتقل من العلم إلى المعرفة ينتقل من السماع إلى الرؤيا فيرى أمام عينه قدرة الله تتجلى أمامه فحينها تتلاشى أمامه حجب الغفلة وصار يرى الآخرة رأي العين فمن قرأ عن البحر ليس كمن رأاه الذي قرأه عالم ولكن الذي رأاه ولمسه عارف فصرت ترى كل شيء من حولك هو مخلوق مركب بقدرة الله عرف رأى فلا تغيب عنه عين الله ولا يغيب عنها وهنا يتحقق من قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يحيا في المعية الإلهية إذا قال ونادى يا رب فهو يعلم بأن الله قريب فيناجيه فتسيل الدموع لعلمه أن الله بصير الآن يبصره ويراه من أول علامات العارف البكاء من أول علامات العارف الولي رقة القلب الخلوة مع الله الأنس بالله التلذذ بالعبادات والله جل وعلا إذا أحب عبدا يكرمه بالكرامات ويؤنسه بالعطايا والمفاجآت فيهيم هذا الولي وهذا العبد المتصل بالله في عالم من نور وعالم من روح وريحان يحيى في الدنيا وهو في جنة مع الله تخيل أنت مع الله الله يحبك وتحبه أنت مع نور السماوات والأرض حياتك نور إن شراح فرح أمان الله نور السماوات والأرض من كتاب حال أهل الحقيقة مع الله للإمام الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله وهو يقول عن المعرفة يصف هذه الحياة مع الله يقول المعرفة نور أسكنه الله تعالى قلب من أحبه من عباده لا شيء أجله ولا أعظمه من ذلك النور وحقيقة المعرفة حياة القلب بالمحيء كما قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وقوله جل من قائل فلنحيينه حياة طيبة وشمس قلب العارف أضوأ من شمس النهار وأبهج منها في مطلع الأنوار وقال أبو يزيد إن في الليل شرابا لقلوب العارفين تطير به قلوبهم حبا لله وشوقا إليه ألا إن الناظرين إليه لا إلى غيره ذهبوا بصفة الدنيا والآخرة قال يحيى بن معاب المعرفة قرب القلب من القريب ومراقبة الروح للحبيب والإنفراد عن الكل بالملك المجيب المعرفة هي طيران القلب في سرادق الأنس والألفة جوالان في حجب الجلال والقدرة وهي أشرف وأعظم الهدايا التي يهديها إلى عباده فإن الله تعالى إذا أراد أن يختار عبدا من عبيده ويفضله على من سواه من خلقه ويطلع في سره شمس المعرفة ينظر إليه بعين الفضل والرحمة ويفتح له أبواب الهداية ولو أن المعرفة نقشت على شيء ما نظر إليها أحد إلا مات من حسنها وجمالها لكل أحد رأس مال وهي رأس مال المؤمن قال محمد بن واسع حق لمن أعزه الله بمعرفته ألا يذل نفسه لغيره يروى أن الله جل جلاله أوحى إلى داوود عليه السلام يا داوود اعرفني وعرف نفسك فتفكر داوود فقال يا إلهي عرفتك بالفردانية والقدرة والبقاء وعرفت نفسي بالعجز والفناء فقال الآن عرفتني العارفون صارت أنفسهم فانية تحت بقائه جل وعلا وسلطانه عن كل حول وقوة تراهم باقين بحوله وقوته ملوكا به دون مملكته فقرهم به وغناهم به وعزهم به وذلهم به قال أبو بكر الواسطي المعرفة على وجهين معرفة الإيقان ومعرفة الإيمان فمعرفة الإيمان شهادة اللسان بتوحيد الملك الديان والإقرار بصدق ما في القرآن وأما معرفة الإيقان فهي دوام مشاهدة الفرد الديان بالجنان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اللهم إنا نسألك الولاية ونسألك درجة المقربين اللهم اكتبنا من أقرب المقربين إليك إنك سميع الدعاء وإنك الأكرم وإنك الأعظم وإن خزائنك لا تنفذ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم 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 نزلا من غفور الرحيم